برضو وقصوف الشمس هو احتجاب ضوء الشمس. بس هنا كان احتجاب ضوء القمر اما هنا احتجاب ضوء الشمس. براية الله برضو كل او جزء نفس الفكرة نفس الكلام. طيب. طيب هنا بقى بسبب ايه? طيب القصوف القمر كان بسبب وقوعه بين الارض وبين الايه? بسبب زل الارض علي عندما تقع انت تقع بينه وبين الشمس. طيب هنا جزء منه عن الارض. جاية ضوء الشمس عن الارض. ده بيكون بسبب سبب وقوع القمر. وقوع القمر بين الشمس والارض. بين الشمس والارض. تمام? وطبعا ده بيمنع ايه باقي التعريف وذلك يمنع اشعة الشمس او جزء منها من الوصول الى سطح الارض او الى قصنة منه. يبقى واحتجاب ضوء الشمس بارادة الله سواء كان كله او جزء منه عن الارض. وده بيكون بسبب وقوع القمر نفسه بين الشمس وبين الارض. فده بيمنع ايه وصول ايه اشعة الشمس او جزء منها الى سطح الارض. طيب. الخصوف بقى والخصوف الجزئي سواء كان خصوف جزئي او خصوف كلي. خصوفنا نوعين جزئي وكل وكذلك الكصوف جزئي وكل. الخصوف لو كان جزئي او حتى الخصوف لو كان جزئي ما قبلنا كده? هم? بنا عندي هنا سواء نجيب ملم تاني. اشيان الخطيبة واضح. يهدف برنامج المملكة للرواد الفضاء الى تلات اناصر. اولا تأهيل تأهيل كوادر سعودية متمرسة لخوض رحلات فضائية طويلة. رحلات فضاء فضائية طويلة وقصيرة المدى وقصيرة المدى. طيب. تاني حاجة. تاني حاجة. المشاركة بالتجارب العلمية والابحاث الدولية. المشاركة في التجارب العلمية والابحاث الدولية والابحاث والابحاث الدولية والمهام 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 المستقبلية. طيب. تاني حاجة. الاستفادة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء وصناعة ايه? وصناعته عالميا. يبقى تالت حاجة الاستفادة الاستفادة من الفرص الواعدة من الفرص الواعدة التي يقدمها قطاع الفضاء قطاع الفضاء وصناعاته عالميا. وصناعاته عالميا. دي كده ثلاث اهداف اللي بيهدف اليها برنامج المملكة للرواض الفضاء. خلال. نيجي بعد كده نشوف السؤال اللي بعده. كده كده معنا. طيب ولك اطلقت الهيئة. اطلقت الهيئة السعودية للفضاء برنامج المملكة لرواض الفضاء بتاريخ. طبعا زي ما احنا عارفين سؤال سهل جدا. ستة وعشرين صفر. مية اربع واربعين اه الف ربعمية اه اربع واربعين هجريا. الف ربعمية اربع واربعين هجريا. ستة وعشر صفر اه الف ربعمية اربع واربعين هجريا. هي. ثم بعد ذلك ثم بعد ذلك نيجي هنا في الوحدة الثالثة نرجع عليها برضو سريعا إذا معايا الوحدة الثالثة تكلم عن شكل كوكب الأرض حركة الأرض ونتائجها الدرس العاشر اللي هو نتائج حركة الأرض حول محورها وحركة الأرض حول الشمس وأسباب حدوث الفصول المناخية نيجي كده عند أول درس والأسئلة المهمة اللي بتيجي عليه هو شكل كوكب الأرض أولا لم يجي يقول لي القياسات العلمية الدقيقة لأبعاد الأرض إيه القياسات العلمية الدقيقة لأبعاد الأرض نكتبها يعليكم تاني سريعا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة